اشتركوا في القناة اجزاء مختلفة من تبوك حتى ربما تصل المدينة منورة المدن والمناطق السحلية التابعة لتبوك المدينة منورة المطلة على البحر الأحمر ايضا تبعات غير مباشرة لهذه الحالة المطرية على شكل رياح قوية في جدة واثار الأترب والرمال متوقع نهار هذا اليوم لكن تسود أجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة درجة حراءة اليوم في العاصمة الرياض هي تقريبا 29 درجة موية مع غيوم متفرقة تفاصيل أوف عن هذه الحالة الماطرة تجدونها في النشر الجوية المفصلة أو الرئيسية التي أوردت بها التسلسل الزمني لهذه الحالة الماطرة بما شئت الله تعالى دعونا الآن نصارد درجات حالة العظمى وتوقع اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة سنبدأها شمالا تحديدا من محافظة أو مدينة تبوك توقع أن تسجل العظمى بها 21 إلى 11 مع أمطار رعدية 17-12 في سكاكا 16-10 في عرار في المدينة المنورة تكون 27-17 جدة 32-22 مكرمة 35-22 الطائف 26-14 هناك رياح نشطة جنوبية في هذه المناطق اليوم مثيرا الغبار والأتربة تدني متوقع لمدى الرؤية الوفقية في هذه المناطق أجواء مستقرة تماما في مناطق جنوب غرب المملكة تكون في الباحة 23-13 في أبهة 24-11 وفي زلزان من 28 إلى 24 درجة موية في المناطق الشرقية في الحساء 27-13 في الدمام 27-15 وفي حفر الباطنة من 29 إلى 18 درجة موية في المناطق الوسطى في الرياض 24-14 بريدة 27-17 وفي حال من 25 إلى 10 درجات مئوية قبل الختام هناك بعض التوسيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة ضرورة الانتباه بعدم التواجد في مناطق بطون الأودية ومناطق منخفضة ومجاري السيور والشعاب خوفا من جريانها الشديد أحيانا والجارث الأمر الآخر هو من ضرورة الانتباه من شدة الأواصف الرائدية بالإحتماء داخل المباني عند حدوثها والأمر الثالث هو ضرورة الانتباه أثناء القيادة والسفر بين المحافظات بسبب ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء أحيانا في بعض المناطق أو بسبب عبور السيول لتلك الطرق أتمنى لكم جميع النهار سعيد أينما كنتم دمتم دائما بخير إلى اللقاء موسيقى